السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد كانت منك كاملين تكونوا باخر وعلى خير وانتم ما كتشاهدو هاد الفيديو اليوم ما جيت لكم بتاتيم ماء ديالي قندورا الجزء الاخير المخصص للطريقة ديال الكمام كيفما عودتكم دائما على القناة ديالي وتحت طلب ديال كتير ديال المتتبعات اللي كيبغيوا فيديو مختص بالطريقة الكمام كيفما كنقول لكم اللي بغا تاخد غير طريقة الكمام كتاخدها بالنسبة الناس اللي اول مرة كتشوف القناة او هادا هو اول فيديو غتشوفيه وبغيتي تعرفي كيفاش تخدمي اه الدورة ديال اليوم غتلقيهم في صندوق الوصف غتلقيهم قبل من هاد الفيديو اذا بالنسبة لهذا الخدمة كنحتاج لها العقيق المهرس هنتم متشوفوه ضروري تاخدوا هاد العقيق اللي زوين غير من اللمعة ديالو كتعرفوه بالليزوين وكيدير عشاء ديال الدرهم اللي معيلقة اه صراحة هاد الخدمة معيلقة معيلقة ونص هتكمل ليكم يعني ما كتاخدش معكم العقيق بززاف وكنحتاج هنا يا الحرير المبروم اللي خدمت بي هاد اللبسة هادي اللي ضبلته على خمسة ديال الشعرات كما كتشوفو صراحة خمسة شعرات كتجي الخدمة هي هادك ما كتجيش غليظة بزاف وما كتجيش رقيقة بزاف هنا كما كتشوفو دلت الحبيك ديالي على التوب دائما يعني كنصبقه هو الأول ما كنخدمش أنا الخدمة ديالي مباشرة على التوب ضروري كندل الحبيك على التوب وهنا يا الخيط ديجا دخلت فيه العقيق دائما بالنسبة كيفاش كتدخلو العقيق يعني كتدبلو الخيط وكتدخلو العقيق كتخليو عندكم هنا وانتو ما كتخدمو وكتدبلو بالنسبة للطريقة إلا ما عرفتوهاش تقدروا تخليوها ليا في الكومنتر نقدر نشاركها معكم في شي فيديو قاسر هنا كما كتشوفو بعدما لقيت الغرز حشو يعني آخر غرزة مع أول غرزة بواحد منزلقة غادي نجي هنا نرتفع بثلاثة ديال السلسلة لهذا الشكل من بعد غادي نجي بد عندي واحد الكمية ديال العقيق وغادي ندير أول عمود اللي غادي نديره في هذه البلاسة اللي اطلعت بثلاثة سلسلة كنجي بد عندي العقيقة وكنخدمها بهذا الشكل هذا يعني العمود كنديره بعقيقة من بعد كنجي هنا اللي حداه كندير عمود بدون عقيق من بعد كنجي بد عندي العقيق دائما العقيقة كنجي بدها هنا يطلقة وكالول الخات باش كنخدمها على وجهها ماشي على الضهر هاتشكل كنجي بد أول مرة تحت من العقيقة وثاني مرة كنجي بد على هاتشكل هذا يعني خدمة اللي هي سهلة من بعد العمود بدون عقيق من بعد كنجي بد عقيقة وكنخدم عمود بعقيقة على هاتشكل هنغيكون واحد اختلاف بسيط على الضورة ديال العمق غادي ندير هنا اياه في الضورة ديال العمق كنت كندير عشرة ديال العقيقات هنغادي ندير غير ستة كما كتشوفو دائما كنخليو عمود ما بين كل عقيقة وعقيقة كنخليو يعني كنديرو عمود بدون عقيق هلا هاتشكل هادا هنغا بعد ما قدرت ستة كيما كتشوفو ستة ديال العقيقات غادي نجي هنغايا الول خطع الكروشي غا نخلي واحد جوج وغا نجيو الثالث وغادي ندير عمود هلا هاتشكل من بعد غا ندير واحد جوج تلاتة ديال سلاسل وغا رجع لهاد المكان وغا نعمر اربعة ديال اعميدة هلا هاتشكل هادا هنه في الدورة ديال العنق كنت كندير غرزة حشو دبا غا ندير عمود يعني ما غاديش ندير غرزة حشو غا ندير عمود غا نخلي واحد جوج وغادي نجيو الثالث كذلك غادي ندير عمود كما كتلكم غادي ندير شوية خطبة شوية مختلفة واحد شوية على الدورة ديال العنق ولكن كتبقى نفس الخدمة تقريبا وغادي نعمر احنا هناك نعمر اربعة ديال اعميدة تمنى تكون الخدمة باينة بعد ما كملت هنا اربعة الولخة على الكروشي كذلك غا نخلي واحد جوج هنا واحد جوج وغادي نجيو الثالث وغادي ندير كذلك عمود لها تشكل هذا من بعد غادي ندير واحد جوج ثلاثة ديال اعميدة عفون احنا ماشي ثلاثة احنا ديال جوج ما بنش ليه مع الاضاءة واحد جوج احنا يا ثالث وغادي ندير عمود واحد جوج ثلاثة الولخة على الكروشي ونرجع لهذا المكان وندير اربعة ديال الاعميدة على هات الشكل احنا قدرت غير ثلاثة احنا كنت كندير خمسة هنا يا كنت كندير خمسة وكنت كنخلي هنا عشرة ديال العقيقات احنا قدرت ستا ديال العقيقات احنا غادي ندير غير ثلاثة يعني غا ندير غا نكتفي غير ثلاثة ديال هالدريس هادا نبغا نجبد عندي العقيق وغادي نبدا مباشرة واحد جوج ثلاثة غا نبدا مباشرة في الاعميدة هنتوما العامود الاول بالعقيق العامود الثاني بدون عقيق العامود الثالث بالعقيق وانا غادي احنا حتى ندير كدليك ستا ديال العقيقات يعني خدمة اللي هي سهلة وصراحة غايجة وزوينين تقريبا نفس الدورة ديال العنق دائما كيف معودكم وانا اصلا كيعجبني فاش نخدم شي لبسة ما يكونش يعني الكمام في جه واللبسة ديال في جه اخر كيعجبني ندير نفس الخدمة بحال الدورة ديال العنق بحال الكمام واخي يكونش اختلاف بسيط ماشي مشكلة ولكن ضروري يكون تناسق ما بين ما بين الكل او نصطق مع الكمام هنثومة بعد ما كملت هنا ستة هنثومة واحد جوج ثلاثة اربعة اخمسة ستة دابا غادي نبدأ مباشرة هنا نخلي واحد جوج نجيل ثالث ثالث وغادي ندير عمود على هات الشكل واحد جوج ثلاثة سلسلة ونعمر احنا اربعة ديال الاميضة هات الشكل هذا بعد ما كملت اربعة هنخلي واحد جوج ثلاثة وغادي ندير كذلك عمود يعني الاختلاف الواحد اللي هنا هنا كنت ندير غير غرز حشو يعني غرزة حشو من اللي نجيل ندير الدرس ولكن هنا كنت ندير باعميدة كما كتشوفو بعد ما غا نكمل هنا كذلك ثلاثة وغادي ندير ستة الاعميدة بلاقيق يعني اي انا كنحسب لكم غير الاعميدة بلاقيق ولكن هنا اللي جوجين احسبنا غا نحسبه واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشر حداش يعني غا يكون عندنا حداش العامود انا كنحسب لكم غير دلعقيق باش بلا ما تبقوا تحسبوا يعني الاعميدة كلهم يعني كنحسب لكم غير الاعميدة ديل العقيق اذا كيف ما قلت لكم غا نستعمل بهاد الطريقة هادي حتى نكمل الضورة ديال لكم كلها وارجع معاكم ان شاء الله باش نوريكم كيفاش غادي نديرو الضورة التانية فهاد الخدمة هادي هنتو ما يعني كنحصلة لها النتيجة هادي يعني غا نكمل الضورة حتى نوصل هنا انا بنفس الطريقة بعدما كملت ثلاثة غادي ندير ستة ديال اه الى الاقيقات حتى نوصل هنا وارجع معاكم اذا ارجعت معاكم كما كاتشوفوا بعدما كملت الضورة كاملة بنفس الطريقة اللي خدمت معاكم حتى وصلت هنا هنا دائما علش كن بدو الجيهة ديال تحت يعني الجيهة ديال تحت ديال الكم باش تيلي كان شئ زيادة او نقص كيف قليلا هنا هنا كما كاتشوفوا جوني هنا واحد جوجة ثلاثة اربعة خمسة وهنا 3456 يعني ما جانيش هذا ما بيناتهم دونك ماشي مشكل يعني جت هنايا في الوسط غادي نجي هنايا آخر آخر غرزة مع هادوك ثلاثة سلسيلة وكنجمع ما بيناتهم بواحد منزلقة على هاد الشكل هذا يعني كنجمع ماشي في أول عمود كنجمع في ثلاثة سلسيلة من بعد غادي نرطافع كذلك بثلاثة سلسيلة على هاد الشكل هذا وكنج بد عندي العقيق وغادي نبدأ نخدم غادي نجيل أول عمود علش كنديرو في الأول في ثلاثة سلسيلة باش أول عمود نخدمو عليه هنا أول عمود هندير فيه العقيق كما كتشوفو من بعد غادي نجيل تاني عمود بدون العقيق يعني غا نحافظ على نفس نفس السطر اللي درت في الأول هو اللي غا نديرو دابا فوق منه غير غادي نشرح لكم كيفاش غا نخدمو هنتو ما كذلك هنا عمود بدون عقيق وعمود بعقيقه لها تشكل كما كتلاحظو صالحة خدمة اللي ساهلة وديروها في واحد الوقت اللي هو أقسر بزاف كنج بد عندي الكيمياء دي العقيق دائما كنج بد عندي العقيقه وكان بده كان خدم لها تشكل نتمنى يكون دصوير واضح دائما دائما والعقيق كيجي في الواجهة كيما كتشوفو كين بزاف الأخوات اللي كيخدمو الخدمة مقلوبة على حساب لحساب العقيق أنا صراحة كيتعجبني نخدم بها الطريقة هذي هنا بعد ما كملت ستة ديال العميدة بالعقيق يعني 11 العمود المجموع كنجل ودخل الول خط على الكروشي وغادي نجي هنا الأول عمود ما كمشي ثلاثة سلسلة الأول عمود وغادي ندير عمود على هات الشكل هذا من بعد غا ندير واحد جوج ثلاثة ديال السلسل اللي ورخت على الكروشي ونرجع هنا وندير أربعة ديال الأعميدة يعني هنا كندير آآ كنخدم هاد الدرس هدا غير بالأعميدة هنتم بعد ما خدمت هنا لبعاد الأعميدة اللي ورخت على الكروشي وغادي نجي هنا لأول عمود كذلك ماشي ثلاثة سلسلة وغادي ندير عمود على هات الشكل من بعد واحد جوج ثلاثة لورخت على الكروشي ونجي هنا وندير ثلاثة عفوا اربعة ديال الأعميدة على هات الشكل حلطة من بعد نجي هنا لول خط على الكروشي وغا نجي هنا الاول عمود كذلك عمود ثلاثة وغا نجي هنا وغا نخدم اربعة ديال الأعميدة على هات الشكل هادا ده بغا نجي بد عندي كيمية ديال العقيق وغادي نجي هنا مباشرة بعد ما نكمل هادا الدرس الثالث كان لورخت على الكروشي نجي الاول عمود وقدير عمود على هات الشكل عمود الاول عمود الثاني بدون عقيق وانا كنستعمر بها الطريقة يعني بغا نشارك معكم كيفاش كنخدموه السطر لفوق من هذا بالنسبة لها الطريقة هادي بالنسبة للكمام تقدروا تديروش حال ما بغيتو دير الاسطر الناس اللي عندها يعني كتبغيها كتدير الكمام يكونوا يعني يكونوا يكونوا عمرين بزاف يعني هنا كتمشيوا الاسطر اللي بغيتو بالنسبة لي انا هنا غنخدم هاد السطر هادا الثاني غادي ندير السطر الثالث من بعد غادي نرجع معكم باش نشوفوا كيفاش غنسدو الخدمة ديانا اذا بلما اطول عليكم اكتر انتوما على هاتش شكل هادا يعني كنديرو بحال السطر الاول كنديرو في السطر الثاني والثالث كذلك الرابعة غادي نرجع معكم اذا هنتوما بعد ما كنا نكمل هنا اخر عمود هو هذا دائما كنحافظ على هنا يكونوا عندي ستا دية اللقيقات من بعد كالول خط على الكروشي وكنجي الاول عمود فوق هذا الدريس هادا وكندير عمود كنطلع بثلاثة السلاسيل وكنبدأ كنعمر هنايا كما كتشوفو على هاتشكل هادا كما قلت لكم كنستمر بها الطريقة هادا حتى كنكمل الدورة اللي عندي كاملة والدورات اللي بغيت هانتوما كما كتشوفو اذا غنستمر الدورة كاملة حتى نوصل هنا ايا من بعد غن نرتفع كذلك بثلاثة الجرح والسلاسيل ونضرب الدورات الثالثة ونرجع معكم changing my غير ثلاثة الدورات كمن بغيتها كمن يكون معردي بساف هادا بغيتش غير ثلاثة دير دورات و هرجع معكم باش نضروا الدورة النهائية و كيفش غيرنخدموها اذا نرجعت مع synchronous جديزة كما كängen قدشوفو بعد pressures ثاني وادرت سطر الثالثة بنفس طريقة اللي خدمت معكم السطر الثاني ده بغى ندير اخر سطر اه كيفما قلت لكم تقدرو تزيدو شحال ما بغيتو اللي كيبغي اه طريقة يعني الخدمات اللي كمام تكون اه كتر يعني تقدرو تزيدو شحال ما بغيتو انا بغيت نكتفي غير بهذا اربعة ديل الدولات يعني ثلاثة بهذا واخر سطر اللي غان نخدمه دابا. ادي نجي هنا اه دائما اه كناك نجمع ما بين اه ثلاثة سلسلة ده بغى نمشي الاول عمود يعني اخر سطر بغد نجمع واول عمود مع اخر عمود على هاد الشكل هذا ك ما كتشوفو من بعد غني Gang 1 جوج 3 ديل السلسلة غhando نجي هنا هندير واحد جوج وغت نجي التالت وغت نجيد عمود على هاد الشكل من بعد غني ما بين deity 1 الجوج 3 وغد نجي هنا وغاد نجي اربعة ديل الاعميدة على هاتشكل هادا. بعد ما درت اربعة ديال الاعميضة. غادي نجي هنا ندير واحد جوج ثلاثة. غادي نجي هنا الثالث. وغادي ندير كذلك عمود. واحد جوج ثلاثة ديال السلاسل. وغادي نرجع هنا ونعمر. اربعة ديال اعميضة. يعني ده با كان نخدم هاد ريس في الضورة كاملة. حتى في هات الاماكن اللي كنت كندير فيهم العقل. كان نخدم هاد ريس هادا. من بعد غلوي الخطوة لكروشي غادي نجي هنا الثالث. وغادي نجي هنا الثالث. وغادي نجي هنا الثالث. وغادي نجي من بعد غادي نرجع احنا. وندير. ثلاثة دي اربعة عفوا ندير الاعميضة. على هات الشكل هادا. يعني هنا يا حتى احنا كنخدم. غادي نجي هنا كنخلي واحدة يعني هذا. بدبا ما غادش نضرب احنا لانه احنا نضرنا ثلاثة ثلاثة. دائما احنا كنخلي واحد آآ العمود هنا يعني نجي هنا الاول عمود. ماشي لثلاثة سلسلة الاول عمود وغادي ندير عمود. هلا هات الشكل هادا. جي هنا الاول عمود. هات الشكل من بد ثلاثة سلسلة ورجع لهاد المكان هادا. وندير اربعة ديال الاعميضة. صف ايضا بغا نستمر بها الطريقة هادي. هات الرئيس هادا كيف ما كنت كنختمه من قبل. غادي نجي هنا الاول عمود كذلك. واحد جوج ثلاثة. ونرجع هنا ونعمر. اربعة ديال الاعميضة. كنحاول نزيد في الخط. هنا كي ما كنت شوفو. اربعة ديال الاعميضة. من بعد كذلك نجي هنا لهاد اول عمود. كندير عمود هنا. واحد جوج ثلاثة. من بعد غادي نرجع لهاد المكان هو ندير اربعة ديال الاعميضة. يعني دا بسطر كامل غيمشي بها الطريقة هادا. من بعد من اللي كملت هنا كيف ما كنت شوفو غادي نجي هنا اول عمود. هنا اول عمود غادي ندير فيه العمود لهاد الشكل. يعني ما غاديش نخلي الفرق باش ما تجينش لاخدنا نزيرة. اول عمود وغادي ندير ثلاثة سلسيلة. هرجع نعمر هنا. اربعة ديال الاميضة. من بعد غادي نخلي واحد جوج ونجي الثالث. نرتفع هنا ثلاثة سلسيلة. وغا رجع لهاد المكان. وندير هنا اربعة. ديال الاميضة. اذا غاستمر بهاد طريقة انا بغايت نوريكم غير احنا كيفاش غا تخدموا. من بعد غادي نخلي واحد جوج وغادي نجي الثالث كذلك. كندير عمود واحد جوج ثلاثة. هرجع لهد المكان. ونعمر هنا. اربعة ديال الاميضة. هات الشكل هذا. من بعد كنخلي هنا واحد جوج وكنجي هنا للثالث. وكندير كذلك عمود. واحد جوج ثلاثة. كنا نجي هنا. وكن نعمر هنا. اربعة ديال الاميضة. هنا بعد ما عمرت هنا اربعة الاميضة كما كتشوفو. هنا يا را كنا خلينا واحدة. هانت هانتو ما هنا. كنا نخلينا واحدة هنا. حتى هنا كتبقى لنا واحدة. هنا غادي نجي هنايا الاول عمود وغا ندير عمود. صافي وغا نبدأ نخدم بهالطريقة هاتي. انا شاركت معكم هنايا كيفاش غا تخدموهم باش يجيوكم قادلين انتو ما كيفاش كي يجيو. صرحة كتجي كي يجي دريس غزال. صافي هنا وكتبدأ وكتطلعو كذلك وكتعمروا هنايا باربعة ديال الاعميضة. نتمنى يكون الدرس واضح وباين. انتو ما لها هاتي شكل هادا. صافي من بعد كتمشي الاول عمود احنا كذلك. اذا غا نستمر بهالطريقة حتى نكمل الدورة كاملة هانتو ما كيفاش كتجي يعني فاش كتتخدمو هاد الدورة الاخيرة هي اللي كتعطيها اه شكل ديالها وكت يعني كتسدو اه الخدمة ديالكم. اذا غا نكمل الدورة حتى نوصل هنا ورجع معكم مع الشكل نهائي ديالكمان. اذا ارجعت معكم كما كتشوفو بعد ما كملت الدورة كاملة ديالكم على هاتي الشكل هادا كما كتلاحظو انتو ما. حتى وصلت هنايا الاخير درس اللي هو هذا. مع اول درس كيفاش غا نجمعهم. هنا يبقى وليا جوج يعني هنا يا الثالث بهذا ثلاثة سلسيلة. دائما هنايا على حسب كل وحداش حالك يبقى لها. غا نجيو هنايا لها ثلاثة سلسيلة. وغا نجمع بواحد منزلقة. على هاتي الشكل هادا كنجمع ما بين الطرفين. من بعد كندير واحد سلسيلة. وكان نجبت عندي الخات بهذا الشكل بعد ما قططو. انتو ما باش كنزير هنا الخدمة ديالي. وهذا الخات غا نجيل داخل هنايا وندفنو. وغا هنا غا نوريكم شكل نهائي ديال الكمام كما كتشوفو. هنا راني صلحتهم كما كتلاحظو. كتجي الخدمة ديالهم على هاتي الشكل هادا. صراحة جوا كمام غزالين بزاف. تقدروا تزيدوا بدورة تحل ما بغيتو. لكن انا صراحة بغيتهم غير على هاتي الشكل هادا. ما بغيتش نزيد كتر كما كتشوفو. انتمنى اه درس ديال الكمام من الاعجاب ديالكم. انتمنى نكون لبيت طلبات اللي اه دائما كيجيوني على طريقة ديال الكمام. دا بغا تدوزو باش نشوفو اه الشكل النهائي ديال اللبسة على المنكة. اذا هنا وصلت معكم النهاية ديال هاد الافيديو. انتمنى اه الاجزاء كلهم يكونوا مفهومين والشرح يكون مبسط كيفما اعودتكم دائما على القناة يلي. اي سؤال اي استفسار خليوه ليفلي كومنتير. الناس اللي اول مرة كتزو القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجديد الى اللقاء الى فيديو مقبل بحول الله. اشتركوا في القناة